اول شابتر اللي هو الشابتر اللي هو هنشوف البيزيك فيزيكس او سيمي كونداكتور هي السيمي كونداكتور ماتيريالز و البروبرتيز بتاعتها طيب نجي اللقاء تشوف بقى حاجة مهمة جدا ازاي يعني زي ما شوفنا قبل كده ان السيمي كونداكتور في في البيور ستيت بتاعته في حالته اللي هي البيور عدد الفري كارييرز بتاعته فيه ضعيفة جدا وبالتالي لا يصلح انه يستخدم في السيمي كونداكتور ديفايسي الحل ايه؟ الحل نشوف طريقة علشان نزود بيها عدد الفري كارييرز طبعا محدش يقول نزود درجة حرارة طبعا ما هيش ابدا طريقة انه كل ما عايز استخدم الديفايس اسخنه مش مش منطب ابدا زايد انه الزيادة اه هتزيد بس مش هي الزيادة اللي احنا عايزينها ايه الحل؟ الحل اللي بتاعمل حاجة اسمها دوبينج كلمة دوبينج يعني ترجمتها الحرفية الحقن حقن يعني ايه الحقن يعني الماتيريا اللي بتحقن بماتيريا الاخرى بغرض زيادة الكوندكتيفتي بتاعاتها او زيادة عدد نقول بقى اكسبريشون جديد اللي هو كارييرز كاريير يعني حامل حامل للطيار طبعا احنا لغاية دلوقتي ما كنا بنتكلم عن طيار في الكوندكتورز ما كناش بنميز لانه في الكوندكتورز ما عنديش غير الكترونات بتتحرك وبالتالي ما كانش لازم اميز واقول كاريير وكنا بنقول الالكترونز وخراس طبعا هنا لا سيميكوندكتورز زي ما شوفنا عندي بارتوكيل جديد اسمه هول الهول ده بوستيف هنتعامل معك كبوستيف بارتوكيل وبالتالي هنا الطيار هيبقى عندي مركبتين مركبت نتيجة الالكترونات ومركبت اخرى نتيجة الهولز فبنسامي الاتنين دول مع بعض كاريير حامل الالكترون هقول عليه نيجاتيف كاريير والهول هقول عليه حامل سلبي وحامل ايجابي او موجب حسب الاشارة بتاعت الشحنة بتاعته طيب السيليكوند له اربعة فيلانس الكترون زي ما احنا عارفين طبعا اعمل ايه علشان ازود الكارييرز بقى عندي حاجتين او طريق ازود عدد الالكترونات او ازود عدد الهولز طب لو عايز ازود عدد الالكترونات هعمل ايه حضيف ماتيريال بدل ما هي تيترا فيلانس يعني بدل ما هي رباعية التكافؤ هخط وحدة خماسية التكافؤ يعني بدل ما هي لها اربعة الالكترون في المدار الاخير لا اخط وحدة لها خمسة الالكترون يبقى كده اربعة منهم هيحلوا محل الاربعة بتاع السيليكون من اللي كانوا موجودين اصلا هنا وحيتفضل الالكترون حر فريد يبقى ازا الاتوم دي طبعا هتلاحظوا هنا ان هنا فيه عملية سبستيوشن يعني ايه يعني السيليكون ااتوم دي اتشالت وتحط مكانها الاتوم الجديدة دي ما هياش اللوي يعني ما هياش سبيكة من المادتين لا فيه احلال الاتوم دي بتتشال من مكانها تكنولوجي معينة بتتشال ويخش مكانها ااتوم جديدة من مادة تانية غير السيليكون لها الخاصية ان بدل ما لها اربعة الالكترون في الشال الاخير بدل في الفيلانس ماند لها خمسة يبقى كده زودت عدد الالكترون كل ااتوم جديدة قدتني الالكترون جديد طب نفرض عايز ازود عدد الهولز طبعا الماتيريال في الحالة دي لما عدد الالكترونز كده بيزيد بنقول عليها يعني السيليكون ده نقول عليه ما بقاش خلي بالكم بقى ما بقاش ما بقاش مدام دخل جديدة شوائب طبعا دي شوائب اي حاجة مختلفة عن المادة الاصلية تعتبر زي شوائب بس دي شوائب احنا عايزينها يعني انا بحدد كام واحدة احطه حسب انا عايز ازود الكوندولكتيفيتي اديه فاذا عدد الالكترونز زودته الماتيريال هنقول عليها بقى انتايب ماتيريال اعايز اخلي اعايز ازود عدد الهولز هحط ماتيريال من جروب تلاتة جروب ثري يبقى الاطم هنا بدل اربعة ولا خمسة لا هي تلاتة بس تلاتة يبقى فيه تلاتة هيحلوا محل التلاتة بتوع السيليكون وحيفضل وحيفضل مكان تقفاضي هول يبقى هنا زودنا عدد الهولز يعني زودنا وبالتالي بيسموا الماتيريال في الحالة دي بي تايب سليم نشوف الكلام ده بالتفصيل الاول ايه هي الماتيريال المستخدمة في عملية الدوبينج في الجروب فايف اللي بتدي انتايب ماتيريال الجروب فايف اللي فيها خمسة في الفيلانس ايه المستخدم في بعض الهاجات المهمة اهمها الفوسفور الفوسفورس الانتيمني الارسانيك طبعا مش كل الماتيريال اللي في جروب فايف تصلح لانه مثلا ببساطة لازم الاطم على الاقل السايز بتاعها الفوليوم بتاعها يبقى قريب من الفوليوم بتاع السيليكون لانه لما اشيي الاطم واستبدلها بواحدة تانية لازم احطوا واحدة تقريبا بنفس الحج درس جيب واحدة قدها عشر مرات مش هتفيد في المكان زائد ان التكنولوجي برضو بتأثر مش كل الماتيريال اقدر استخدام تكنولوجيا اقدر استخدام فالماتيريال الاهم هم دول الفوسفورس الانتيمني الارسانيك جروب ثري الاهم فيهم هم البورون والجاليوم والانتيم كوينز دي الماتيريال المستخدمين طبعا التكنولوجي اللي بتتم بيها عملية الدوبينج مش هتعرض لها او مش هتهمنا في الكورس بتاعنا انما نقدر نعرف ان فيه تو تكنيكس المستخدمين بكثرة اول حاجة بيستخدموا ديفيوجن فرنس يعني افران افران على درجات حرارة عالية جدا حوالي 1000 درجة اروند ال 1000 درجة حوالين الدرجة دي الاتمز بتبتدي تبقى لوز الروابط بين الاتمز بعديها بتبتدي تبقى تتفكك شوية فلما تجي الماتيريال الجديدة تتعرض لها ممكن بعض الاتم تخرج من مكانها والماتيريال الجديدة تحل مكان الاصف ده تكنيك كويس التكنيك التاني باستخدام الايونيك بومبارمنت الايونيك بومبارمنت اللي هو الماتيريال الجديدة اللي عايزين نعمل بيها دوبي تتحول الاول الى ايون بعدين تعملها اكسليريشن تاخد انرجي عالية جدا لما نعمل بيها بومبارمنت للسيليكون فبالكينيك انرجي العالية قوي تخبط الاتم بتشيلها من مكانها وتحل مكانها تحل محلها ده 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 تكنيك المستخدمين طيب زي ما قلنا الماتيريال لما يضاف لها الامبارمنت بنسميها اكسترينسيك ماتيريال اللي هو عكس الانترينسيك ماتيريال فالاكسترينسيك ماتيريال هي سيليكون بلاس امبارمنت سواء خماسية التكافؤ فبتدي ن تايب ماتيريال او ثلاثية التكافؤ بتدينا بي تايب ماتيريال هتشوف بالتفصيل دلوقتي الانتايب والبي تايب اكويشن اللي بتحكمهم و الكاركتيريستيك بتاعتهم ايه طب نبتدي الاول نشوف الانتايب ماتيريال او الانتايب سيمي كوندكتور كمان زي ما هنحن شايفين هنا الامبوريتي عبارة عن بنتافيلان اتم هنا دي الانتيموني اوكي ادي اربع من الالكترونس من الالكترونس الالكترونس بيحلوا محل الاربع الالكترونس بتاع السيليكون وفي وان فري الالكترون جاي من الانتيموني اتم كويس يبقى دوبي بنتافيلان مكيريز فوسطر رساني في الانتيموني اربع يوز فور كوفيلان بونس بيحلوا محل الكوفيلان بونس بتاع السيليكون وان الالكترون جامب نتيجة انه هو لوس للا الاتم بتاع يعني الانرجي بتاعته ما بتزيتش عن 0.05 الالكترون فولت طيب هنا فيه بقى مهمة اسمها الماس اكشن لو الماس اكشن لو زي ما هم شايفين بتقول انه حاصل ضرب الconcentration of electron والconcentration of holes constant constant في جميع الاحوال يعني constant في الانترينسيك وفي الاكسترينسيك يبقى نقدر نعوض بالحالة الانترينسيك اللي احنا عارفينها اللي هي فيها الان بتساوي البي بتساوي الني ونقول انه البرودوكت تاع الconcentration of electron مع الهول بيساوي الني سكور الريليشن دي صالحة في جميع الاحوال يعني صالحة في الانترينسيك وصالحة في الانتايب وصالحة في البي تايب هنا هناخد مثال ده رمز جديد بقى اللي هو N دي ده عبارة عن الconcentration of donor atom N دي number number of atoms per unit volume للdonors اللي هو دي هناخد مثال لو N دي بتساوي 10 أو 16 طبعا هنا برضو نبص شوية للرقم ده ونشوف الرقم ده نقرنه بقى الاول هنقرنه بالatomic number بتاع silicon يعني عدد silicon atoms في نفس الvolume اللي هو 1 سنتيمتر لو نفتكر الرقم كان 5 في 10 22 هنا 10 16 يعني النسبة تقريبا 1 ل5 10 6 يعني معنى كده أنه لكل 5 مليون silicon atom في atom واحدة بس من الدونورز هتحل محل واحدة منهم يعني معنى كده أنه concentration of donors بالنسبة للسيليكون ضئيل جدا atom واحدة مقابل 5 في 10 6 5 مليون silicon atom قصادهم واحدة donor atom طيب من ناحية تانية الرقم ده ليه مهم لأنه حقرنه بقى برقم تاني اللي هو ال-Ni اللي هو intrinsic concentration في ال-A في intrinsic silicon نفتكر مع بعض أن آي كان بتساوي 1.5 10 قص 10 يعني في السنتيمتر المكعب كان عندي 1.5 10 قص 10 free electron بينما هنا أنا حطيت 10 قص 16 نشوف النسبة يعني السيليكون لما يدي 1 electron 1 free electron ده بيدي قصاده 10 قص 6 ده 10 قص 10 وده 10 قص 16 يعني خلاصة الحاجة قبل منشوف الأرقام أنه صحيح نسبة الدونرز للسيليكون ضئيلة جدا بس الكمية ضئيلة دي كل أطم منها بتدي 1 إليكترا بينما في السيليكون كل 10 قص 12 قص بتدي 1 إليكترا عشان كده تأثير الدونرز تأثير عالي جدا طيب يبقى نجي نشوف نشوف بقى الرموز للمستخدم N of N N D تعود على اللي هو الالكترانز والN تسوفيكس دي أو هو N تايب ماتيريال يبقى عدد الالكترانز في الN تايب ماتيريال تقريبا هو N D لأنه الانترينسيك هو 10 قص 10 بينما دي 10 قص 16 فطبعا مليون مرة قدها فنقدر نقول وإحنا مستراحين أنه الالكترانز هو نفسه الدونر اللي هو 10 قص 16 طيب البي بقى هجيبها من هنا البي بتساوي N I square على N يعني P of N يعني الهولز positive carriers في الN type ماتيريال هتساوي N I square على N of N يعني الالكترانز في الN type N I 1.5 عشر قص عشر سكوير هتبقى 2.25 عرش قص عشرين على N يعني عرش قص ستة أشر تجينا 2.25 عرش قص أربعة طيب نبص بقى هنا ايه اللي حصل بالنسبة ل الالكترانز والهولز في الانترينز كان نقضي بعد هنا حلاقي ان الالكترانز بقت عرش قص ستة أشر بينما الهولز بقت عرش قص أربعة شايفين الفرق تقريبا عشق ستناشر بينهم عشان كده بنسمي هنا الالكترانز بنقول دي ماجوريتي كارييرز كويس دي الكارييرز الأغلبية هي الالكترانز نوع ده من السيمي كوندكتور هيبقى نتيجة الانتايب نتيجة الالكترانز مش نتيجة الهولز برضو دي رسمة بتوضح الدوبي ادي ده كل ده سيليكون وهنا اتومز من الانتيموني ادي الاربعة الالكترانز اللي في الحل محل الاربعة دول اللي كانوا في السيليكون وفيه واحدة خمسة فري زي ما احنا شايفين طيب نبص عن نوع الأخير في الاكسترانز سيميكوندكتور اللي هو البي تايب سيميكوندكتور البوستيف تايب البوستيف تايب الدوبينت هنا عبارة عن بورون بورون اللي هو الاتوم تكافؤها سلاسي كويس تكافؤة سلاسي طبعا بالنسبة لل الان تايب اللي شفناها قبل كده برضو ممكن بنسمي الدوبين بتاعها بنسميها دونرز دونرز حاجة دونيتي يعني بتدي الالكترون هنا دي فيها اكسترا هول بتاخد الالكترون فبيسموها اكسبترز كويس يبقى تكافؤ سلاسي زي البورون بنقول عليها اكسبتر ااتوم اكسبتنج اكسبتنج الالكترون بيقولوا عليها اكسبترز اوكي طبعا هنا بقى العكس هنا العدد اللي هيزيد هو عدد الهولز لان كل ااتوم من دي بتديني وان اكسترا خلاص وناخد العلاقات بقى برضو نشوف الرموز ن يعني نمبر اف دونرز في ال نمبر اف اكسبتر ااتوم التاني كان ن دي نمبر اف دونرز هنا ن اي نمبر اف اكسبتر هناخد نفس الارقام عرش قص 16 هنا هتبقى الهولز في ال P-type ده رمز الهولز وده P-type الهولز في ال P-type هو ال اكسبتر الكنسانتريشن اللي هو عشاء 16 ده هيبقى هو الماجوريتيز كويس وهنا ال نيجاتيف كارير اللي هو الالكترون في ال P-type هيبقى ن اي سكوير على على P برضو نفس الحالة هتطلع هي دي عشاء السربعة يبقى هنا الماجوريتيز هي هولز والمايناوريتيز هي الكترون عكس ال N-type فلاص ال P-type سيمي كوندكتور في هولز ماجوريتي والاكترون مايناوريتي برضو دي دي يوري ده البورون ترايف فيلانت ادي التلاتة وفي هول هنا فايد مكان فادي ممكن اي الكترون قريب يشغل المكان الفادي ده من غير انرجي عالي ده شوية ملخص للاتقال في السلايدز اللي فاتوا ادي العلاقة اللي مش لازم ننساها دي صالحة لأي نوع من انواع سيمي كوندكتور سواء انترينسيك يعني بيور سيمي كوندكتور اللي فيها N و P قد بعضه بسواء NI او في ال N-type وال P-type ال P-type الماجوريتي كاريير هي ال-acceptor concentration NA وال minorities هي NI square على NA في ال N-type الماجوريتي هي ND donor majority هنا electrons donor يعني بتدي electrons وال P هي NI square على ND دايما حاصل ضرب P و N حاصل ضرب هم يدين NI square هنا برضو دا دا اجرام مهم بيوريني في ال N-type وال P-type ايه انواع الشارج اللي موجودة خلي بالنا لازم نميز بين حاجتين بين كلمة charge بوجه عام و كلمة free charge كلمة charge شحنة بتجتمل على حاجتين بتجتمل على free charge الشحنات الحرة شحنات الحرة اللي هي Electrons والهولز الالكترونات والهولز دي شحنات حرة وفيه كمان شحنات تانية ما هيش free اللي هي Ionized Atom الdonor Atoms الdonors لما بتدي Electron اللي هي الاتومز اللي هي PentaValent الخماسية لما بتدي Electron بتتحول من Neutral Atom الى Possive Ion Possive Ion يبقى إذن الدونرز بعد ما تدي الالكترون هي نفسها بتتحول الى Possive Ion دي شحنة بس ايه الفرق بينها وبين الهول الهول free charge زي الالكترون ده free الالكترون لو الالكترون تالع Conduction Band ودي هول موجودة في الالكترون الاتنين حرين يتحركوا لو في force على الماتيريال بينما الـ Ion لا الـ Ion هي مرتبطة باللاتس مرتبطة بالكريستل عشان كده بيميزوا الـ Ion زي ما تشافين هي positive charge لكن بيحط حواليها دايرة يعني عشان توري انها محصورة في مكانها مش حرة الحركة شافين ازاي طيب من غير ما نعد ولا حاجة الماتيريال على بعضها كده لازم تبقى نيوترل يعني يعني عدد positive والnegative charge متساوين خلي بالكو هبقول charge مش free charge charge يعني كل الشحنات منها free ومنها non free طب هنا لو عدنا الموجب هعد الـ Ion وهعد الـ Holes تمام يعني هعد هنا ومسلا واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة ساعة وعا ثمانية تسعة عشر حداشر كويس والـ Holes 12 13 مثلا 14 طيب الـ negative charge هنا ما عنديش غير الـ Electronite لو عدناهم هلاقيهم برضو 14 يبقى كشحنا كشحنا الماتيريال نيوترل لكن لما نجي نتكلم بقى عن free charge او الـ Carriers لا Carriers حلاقي ان عندي majority of electrons شايفين كل دي الكترونات حرة اهي وعندي minority of holes مثلا عندي هنا ثلاثة بس اللي هي المعادلات اللي شفناها في اللي فاته واحدة كتعش قصة 16 واحدة عش قصة 4 تمام ده الـ N type الـ N type فعندي donors ايون مجابع عندي electron majority و holes minority طبعا في الـ P type العكس الـ acceptor atom لما تاخد electron خارجي هتبقى negative iron اللي هو شحنات السال وفي extra holes اللي هي جاية من كل atom من ده بيجي hole وعندي الـ holes الاصلية بتاعة السيليكون تمام وعندي الـ electrons الاصلين بتاعة السيليكون فلما نعد برضو الـ ونجاة الشارج كلية هلاقيها الدباع لكن لما نجي نتكلم عن الـ carriers هلاقي في majority carriers هنا اللي هو positive donor اللي هم holes وحلاقي minority carriers اللي هي negative donor خلاص كاكويشنز نقدر نكتب بقى في الـ 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 number donor concentration اللي هو الـ donor atoms هنا تعددها بلاس دي مجابة طبعا دي possible iron بلاس الـ holes لازم يساوي الـ free electron والعكس في الـ A في الـ P-type الـ acceptor ions بلاس الـ free electrons بيساوي الـ holes يبقى نخلي بنا من terminology لما بنتكلم عن شارج الشارج فيها حاجتين free اللي هما الـ electrons والـ holes والـ ions أيضا سواء positive ion من هنا أو negative ion من هنا هنا بقى لغاية دلوقتي نتكلم عن concentration والعدد إلى آخر الـ current ما هو الشارج فقط الـ current هو motion of charge يعني لو شحنة سابتة في مكانها ما قدرش أقول عليها current امتى الشحنة تدي current لو بتتحرك من المكان لازم current هو تعريفه هو motion of charge شحنات متحركة طيب هنيجي نبص هنا مثلا الحركة الحركة مثلا عندي electron هفترض ان فيه electron هنا مثلا وهول هنا ممكن الـ electron ده لو فيه force عليه يتحرك بالمكان ويروح للهول ده طبعا لما الـ electron يملى الهول ساب مكانه هول يبقى كن الـ electron اتحرك ناحية اليمين بينما الهول اتحرك ناحية الشمال خلاص يعني هنا هفترض ان انا عندي اه بورون ده بورون ده acceptor acceptor فيه فيه هول فيه الـ electron الـ electron الـ electron الـ electron بانرجي بسيطة جدا ممكن يروح يملى الهول ده طب لما يملى الهول بقى هنا عندي الـ electron خلاص والـ electron ده ساب مكانه بقى الهول هنا يبقى كن الهول تحرك طبعا الهول ما بيتحركش لكن الهول ده بيتخفي وده بيتولد يبقى عمليان اكيد نتحرك والـ electron يتحرك فيزيكالي يعني فيه فيزيكال موشن الـ electron بيتحرك فيزيكالي بينما الهول الهول هو مكان زي مثلا فيه كرسين جنب بعض واحد قاعد على كرسي والكرسي الثاني فاضي لو الطالب امن على كرسي وقاعد على كرسي لجنبه الطالب بتحرك لكن الكرسي الفاضي ما تحركش الكرسي كان على يمينه مثلا هو شغل الكرسي الفاضي بقى فيه كرسي على الشمال كرسي نفسه ما تحركش الطالب هو لتحرك بس النتيجة حركته انا بقى عندي حركة ايضا للمكان الفاضي يبقى اذا عندي electron flow مثلا هنا ناحية اليمين يقابله whole flow ناحية الشمال والتيار هو محصلة الاثنين مع بعض الطيار هو حركة شارج الطيار هو شحنة بتتحرك هنا شحنة سلبة بتتحرك مقابلها شحنة مجابة بتتحرك طبعا لو سأل نفسنا الوضع اللي احنا في ده هل الطيارين بيعكسوا بعض ولا بيساعدوا بعض هنلاقي ان المركبتين دول بيساعدوا بعض ليه بيساعدوا بعض لانه الطيار هو اتجاه الطيار هو اتجاه الشحنات المجابة فهنا عندي شحنة مجابة بتتحرك ناحية الشمال وهنا عندي شحنة سلبة بتتحرك على يمين يعني مجابة بتتحرك ناحية الشمال برد يبقى اذا المحصلة هنا الاثنين بيساعدوا بيتجمعوا على بعض الاثنين دول بيتجمعه على بعض طعم ادي حركة الالترون كارنت في الانترينسيك ادي الالترونات لو حطينا بقى فرق جهد شايفين هنا ادي اين ادي الطرف السالب للبطارية الطرف موجب للبطارية يبقى عندي فرق جهد اتجاهه ناحية اليمين او بمعنى تاني عندي مجال كهربي كلنا عارفين شدة المجال او المجال الكهربي اتجاهه عكس اتجاه فرق جهد فرق جهد هنا اتجاهه يمين المجال الكهربي اتجاهه الشمال الشحنات المجابة بتتحرك في اتجاه المجال بينما الشحنات السالبة بتتحرك عكس المجال الشحنات المجابة زي ما انتوا شايفين رايحة ناحية القدب المجاب يعني ماشي عكس المجال الكهربي بتاعون دي معلومات عارفينها من بيزيك فيزيكس نشوف بقى الهول كارنت يعني نشوف نقبل كده ده الالكترون كارنت هنا الهول كارنت زي ما اتفقنا هي حركة ننظر لها ستاب باي ستاب ما هيش فري كده زي الالكترون يعني مثلا هنا ادي فري الالكترون طلعه ساب ما كانه هول الالكترون اللي هنا تتحرك في الاتجاه تأي بقى الهول تتحرك ناحية الشمال بقى عندي هنا هول الالكترون اللي هنا شغل الهول بقى عندي هول هنا الالكترون اللي هنا شغل الهول بقى عندي هول هنا وهكذا يبقى حلاقي فيه الالكترون بتتحرك ناحية اليمين مقابلها هول زي بتتحرك ناحية الشمال ادي الهول اهي الارز السود ادي ففي المحصلة كان عندي هول هنا في النهاية بقى عندي هول هنا يبقى فيه حركة من اليمين للشمال للهولز تمام طيب الكارنت بقى انتفقنا الكارنت وانحنا عارفين الكارنت هو موشن اوف شارش موشن اوف كاريرز كاريرز اللي زي ما انتفقنا هي حامل الشحنة اللي هو في منها نيجاتيف كارير اللي هي الاكترانز وبوستيف كاريرز اللي هي الهولز عندي تو ميكانيزم ممكن يحصل فيهم او الحركة دي اول حركة او اول ميكانيزم اللي بيسموه الدريفت او الكوندكشن كارنت ده طيار جاي من فورس من اي نوع فورس من اي نوع فرق جهد خرارة اي حد يعني فيه او مجال خارجي اللي هو الطيار اللي بنلاقيه في الكوندكتورز يعني لو انا عندي مقاومة وعايزة ماشي فيها طيار هحط فرق جهد بين الطرفين عندي سلك وعايزة ماشي فيه هحط فرق جهد بين الطرفين هيمشي الطيار طبعا احنا في الكوندكتورز ما كناش بنعمل التفريقة دي لان ما كانش عندي غير نوع واحد بالطيار فكنا بنقول كارنت وخلاص هنا لأ هنا نشوف ان عندي تو ميكانيزم بيحصل فيهم الكارنت اول حاجة الكارنت اللي ممكن يحصل زي اللي بيحصل في الكوندكتورز عشان كده بيسموه كوندكشن كارنت او الاسم الداريج اكتر الدريفت كارنت زي ما قلت ده كارنت اللي جاي من اكسترنا الفورس بطارية ومجال النوع التاني من الطيار اللي هو الدفيوجين كارنت دفيوجين كارنت ده مش محتاج لفورس خارج دفيوجين ترجمتها الحرفية هو انتشار انتشار الانتشار الحقيقة هي ظاهرة فيزيائية كويس موجودة نقدر نلاقيها في في كل المتيجة سواء غازات سواء ليكويد سواء سوليدز يعني مثلا يمكن تجربة من اول تجربات الاقصال بيعملون في المدارس لها نقطة الحبر في المياه نحطيت نقطة حبر جوه كوباية مياه بعد شوية بدون ما نهز ولا نعمل اي حاجة بنلاقي تقريبا لون المياه كله بقى واحد الحبر انتشر انتشر لغاية ما تساوى التركيز بتاعه في الكوباية كلها نفس الحكاية مثلا لو في شقة وحصلت تسرب لغاز مثلا بعد شوية هنلاقي العمارة كلها شامت ريحة الغاز من غير هوا اي حاجة ايه اللي بيحصل في الحالات دي بيحصل ان في نقطة فيها تركيز عالي من الماتيريال يعني حبر مثلا فيه تركيز عالي في نقطة وتركيز منخفض في باقية المناطق فالبارتيكلز بتتنقل من التركيز العالي الى التركيز الواطي سواء في الليكويدز سواء في الغاز زي ريحة الغاز كويس كذلك في الصوليدز في الصوليدز نفس الحكاية لو بالطريقة من الطرق خلينا الكونسنترات من الالكترانز في نقطة اعلى من النقطة تانية خلاص فحيق الالكتران حتنتقل من النقطة اللي التركيز فيها عالي الى النقطة اللي التركيز فيها منخفض وبالتالي مدام الالكترانز بتتحرك يبقى فيه تيار تيار ده بيسموه الدفيوجين كانت الدفيوجين كانت هنسبق شوية نسبق شوية الاحداث ونكتب المعادلة وبس هنشوفها بعد كده بالتفصيل يعني هنا مثلا الجي هنا بتعود على الكارن دانستي كثافة الطيار اللي هو الطيار على وحدة على المقطع الواحد يعني على السنتيمتر المربع طبعا الطيار كله هنقول اي الرمز بتاعه اي الجي هو اي على الاريا كثافة الطيار ده المستخدم اكتر في السمي فنقدر نقول هنا الطيار الالكترونات الان دي تعود على الالكترونات عند اي نقطة مجموح حاجتين مجموعة الدريفت كارنت والديفيوجين كارنت الدريفت كارنت بيعتمد على مصدر القوة الخارجية هنا الالكتريك فيل طبعا حنشوف الباقي جاب نين بيعتمد على الالكتريك فيل اللي هو الفورس الخارجية فرق الجهد او المجال الكهرباء الدريفت كارنت بيعتمد على الجريديانت أو كونسنتريشن تغير التركيز مع المسافة اللي هنا بنعبر عنها بالجريديانت او دي أن باي دي إكس ان هنا اللي هو كونسنتريشن أو الكترانز تغير الكونسنتريشن مع المسافة برضو بقية الترنز هنشوف يبقى اذا الطيار الكلي هو طيار الالكترونات طبعا عشان يبقى فيه زيه برضو للهولز الاثنين موجودين الهولز والالكترونات صحيح ممكن واحدة منهم تبقى ماجوريتي زي في الان تايب والبي تايب او يكونوا قد بعد الان والبي زي في الانترينسيك يبقى إذا طيار الالكترونات هنا مكاوم من تو كونبوننز دريفت كونبوننز اللي هي كوندكشن كونبوننز اللي هو جايب من ال gradient of concentration هنا عشان نشوف مثلا ايه اليونيس بتاعت الموبيليتي هنلاقيها اليونيس بتاع فيلوسي على الالكتريك فيلد فيلوسي سنتيمتر بر ساكند الالكتريك فيلد فولت بر سنتيمتر هتبقى ميو سنتيمتر سكوير كويس على فولت ساكند اوكي سنتيمتر سكوير على فولت ساكند موبيليتي في السيليكون الالكترون 1500 جارمانيوم 3900 جاليوم أرسناي 8500 طبعا نفس الملحوظة بين جارمانيوم والسيليكون دي اعلى لانه الالكترون هنا ابعد ابعد عن النيوكليوس منهم ده في الاربط الرابع وبالتالي بان في الاربط الخامس هنا في الاربط الثالث وبالتالي في الاربط الرابع هنا في الخامس هنا في الرابع هنا تمشي أسلع منهم أجلين طبعا شايفين جال من السيليكون كمان أعلى بكتير فده بيخش في اللي هي محتاجة اللي فيها سرعات عالية جدا بتستخدم الماتيريال اللي هي الجالية مع السنة نشوف كده برضو معادلات الطيار بقى طبعا تعريف الطيار هو كمية الشحنة اللي بتعدي خلال المقطع في الثانية ده تعريف الكارنت فحناخد هنا هفترض هنا عندي الهولز ماشي ناحية اليمين هناخد سمي كوندكتور زي ما هنشايفين الشريحة اللي قدامنا دي بالديمانشن دي اللينس بتاعها قلب الوث بتاعها دابليو والثيكنس اتش كويس والهولز بيتحرك من الشمال اليمين عشان نجيب الكارنت هنجيب قد ايه شو حنة بتعدي في الثانية الواحدة كويس طبعا حناخد في الثانية الواحدة يعني لو عندي فيلوسطي في هي المسافة المقطوعة في الثانية تعريف السرعة هي المسافة المقطوعة في الثانية يبقى هفترض انه المسافة دي هي المسافة المقطوعة في الثانية اللي هي الفي طبعا حجم بقى المنطقة دي هتبقى هي هتبقى فيه في W في H ده الحجم اهو V في W في H ده الحجم قد ايه شحنات موجودة في الحجم ده هضرب الاول هضرب في الكونسنتريشن لو بنتكلم على الالكترون هضرب في الكونسنتريشن او في الالكترون قد ايه الالكترون موجود في السنتيمتر المكعب ده رمزه N يبقى عدد الشحنات اللي في الفوليوم ده هو مضروف في الفوليوم اللي هو زي ما شفنا V في W في H طيار ما هوش عدد الطيار هو شحنة يبقى لازم اضرب العدد في الشحنة بتاعة الكارير الواحد الالكترون اللي هو الكيوب اللي هو 1.610-19 يبقى اذا ادي الطيار بتاعي ده عدد الشحنات اللي بتمر خلال المقطع في ثانية مضروف في شحنة الالكترون الواحد وعلمة النقص دي عشان طيب ده الكارنت الكارنت ده السي اللي هو زي ما قلتم بيستخدم اكتر في السميكنداكتور زي هو الجي هو الطيار باريونيتي اريا اي على الاريا الاريا هنا هي دابلو في اتش ده الاريا دابلو اتش ICK ality البرو اتش يبقى الجي هي على دابلو اتش يبقى ها اسم ده على دابلو اتش راح يفيدل في ن في كو تاب الفلسطي يقدي ايه؟ مكرين الفلسطي بيسوي ميو في اي. يبقى ممكن اشيل الفلسطي من هنا وخط ميو اي. يبقى اذا دي الفورمولة اللي احنا عايزينها. بيسوي ان في كيو في ميو ان في اي. اوكي? تاني العلامة دي عشان الاتجاه. طيب. ده الكارنت بتاع الالكترونز. الهولز كل اللي هيحصل. بدل ان هحط بي. وبدل ميو ان هحط ميو بي. هو اشيل العلامة النورز. يبقى جي ان اهي. ان في ميو ان في كيو في اي. توتال لازم اجمع الان الالكترونز مع الهولز. كويس. طبعا بيتجمعوا لان هم بيتحركوا عكس بعض بس واحدة مجابة واحدة سلبة. يبقى اذا النتيجة هو جمعهم مع بعض. يعني عبارة عن الجي هو ان ميو في ان. زائد بي ميو بي في اي. كل الكمية دي بيسموها الكوندكتيبتي سيجما. يبقى الجي بيسوي سيجما في اي. ده بيسموه سيجما بتاع الالكترونز. ده سيجما بتاع الهولز. ومجموعهم يدينا السيجما الكوندكتيبتي بتاعت الماتيريا الكلها. طيب. هنا عايزين نشوف ان المعادلة دي هي نفسها معادلة هي الاومزلو. اللي فاتت دي. فحنبتدي بالاومزلو. هناخد نفس البار اللي هو ال و و نقول ان اي بيسوي فيه على ا. ده ده اومزلو. ونشوف كده هل نقدر نوصله للفورمة اللي فاتت ولا لا. طب. ار كلنا عارفين ار بيسوي رو ال على ايه. عارفين احنا العلاقة دي. اي فو تبقى في اي على رو ال. طب. رول اللي هي. مقلوب هي الها هي الكوندكتيبتي. لا سيجما. تبقى اي هي سيجما في اي على ال. طب جي. اللي هو اي على الاريا. يبقى هشيل من هنا الاريا. هتبقى اي على الاريا. تبقى جي بسبب السيجما في على ال. طب في على ال. الفولت على التول ده هو الالكتريك فيلد. يبقى الجي بيساوي سيجمائي. يبقى وصلنا ان السيجمائي دي هي نفسها في على ار. اللي هو اومزلو. بس بطريقة او بفورميليشن مختلف. ده اللي هو يعني مستخدم اكتر في السيمي كوندكتور هي الفورميلي دي. جي تساوي سيجمائي. كمان كده. نشوف برضو اللي تكلمنا عنه قبل كده. الكوندكتور بتتغير ازاي مع درجات الحرارة. لو نفتكر. هنميز بين حاجتين بين انترينسيك واكسترينسيك. في الانترينسيك في الانترينسيك درجة الحرارة بتزود عدد الكاريرس. بتزود عدد الالكترونس وبتزود عدد الهولز. اوكي. يبقى ازا الكوندكتيفتي بتزيد. ما شوفنا الكوندكتيفتي بتتناسب مع ان و بي. مع العدد. العدد اما يزيد الكوندكتيفتي هتزيد. او الكوندكتيفتي هتقل. عكس. عكس المثل او الكوندكتور اللي فيها المقاومة بتزيد مع درجات الحرارة. طيب. بالنسبة للاكسترينسيك. لا. الاكسترينسيك. درجة الحرارة ما بتأثرش على العدد. لان في الاكسترينسيك العدد جاي من الدوبي. من اللي هو عددها اصلا قريدي كبير. ما بيتغيرش مع درجة الحرارة. طيب في الاكسترينسيك الماتيري اللي حتتتصرف زي المتال. بمعنى ان الكوندكتيفتي بتاعتها. حتقل مع درجات الحرارة. الكوندكتيفتي هتقل او الريزيستيفتي هتزيد. زي المتال بالزبط. في الاكسترينسيك والاكسترينسيك عكس بعض. للأسباب مختلفة. هنا العدد بيزيد في الانترينسيك. وبالتالي الكوندكتيفتي بتزيد. بينما في الاكسترينسيك العدد ثابت. وبالتالي الكوندكتيفتي بتقل زي المتال بزبط. ادي برضو ملخص للمعادلات اللي فاتوا في التفصيل اكتر شغية. ده كارندنسي للهولز دريفت. ده كارندنسي للالكترونز دريفت برضو. في هنا ناقص وناقص مرة عشان الاتجاه ومرة عشان الشحنة. عشان كده الابنين اللي ناقصه ناس بده نفس الابده بلاس بوستيف وشان كده بيجامع مع بعض. توتال دريفت هو بي دريفت وان دريفت فيو بي ميو بي اي 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 ادناه مشترك بالشكل ده. وسيجما هي الكوندكتيوتي. طبعا اليونيس بتاعتها كان فيه يونيس قديمة من زمان يعني. طبعا الكوندكتيوتي عكس الريزيستيوتي. الريزيستنس بالاوم. فأما قلبوا الاوم هعملوا الاشارة دي. اللي هي مقلوب الاوم. وعكسوا كلمة اوم سموها موهو. ومن السنين مش كتير قوي. غيروا اليونيس بدل ما تبقى موهو سموها سيمينز. وده ده اليونيس المستخدمة. اللي هي سيمينز زي ممكن في الريفرنس القديمة شوية. هتلاقوا لسه كلمة موهو لكن. لكن المتدارج ومستخدم دلوقتي. المتدارج هو سيمينز. الوحدة الكوندكتيوتي او الكوندكتنس. الريزيستيوتي طبعا يا مقلوب الكوندكتيوتي وما زال طبعا اليونيس بتاعتها اوم سنتيمتر. الجريديان بتاعتها ده نيجاتيف. فهنا ده نيجاتيف. dp by dx نيجاتيف. و dn by dx نيجاتيف. فهنا نيجاتيف. فنيجاتيف يدي بوسيتف كرانت. بينما ده نيجاتيف. هيدي نيجاتيف كرانت. والتوتل هو مجموعة الاتنين. يبقى دي ان بقى دي اكس و دي ان وهنا دي بي. هنا طبعا هنا بقى بيترحق لانه مدام الاتنين بيتحركوا على ناحية اليمين واحدة شحنة مجابة والتانية سلبة يبقى هو الفرق بين هم. واحد يقولي هل الفرق صفر لا لانه بتاع الالكترون غير بتاع الهولز. زي زي الموبيليتي. طب هل في علاقة بين الهولز والموبيليتي? اكيد. مدام هما نفس الماتيريال يبقى في علاقة. ايه هي العلاقة? هنشوفها بعد شوية. ده مثال. كويس لفاريشن لينيار فاريشن او اكسبونانشل فاريشن. خلاص. هنا ادي الجي هي كيو دي ان دي ان باي دي اكس. هنا مدام لينيار تفاضل دي ان باي دي اكس. هدينا ان على ال. ادي ان. ودي ال. يبقى هنا ان على ال. طب لو اكسبونانشل. يعني ان بتتغير مع المسافة. يبقى هنفاضل. هنفاضل الاكسبونانشل ده. هيبقى كيو في دي بتفاضل بتاعها هيبقى ان على الاقل في. الاكسبونانشل زي ما هو. اكي? ادي بقى العلاقة بين ومبيليتي وبين الد mode constant. الاقل هنفاضل اللقاء جيسموه einstein relation. بتقول ايه العلاقة؟ بتقول ان ال ريشيو بين dp على up. dp اللي هو diffusion constant of holes على المobility of holes يساوي diffusion constant of elektron على المobility of electron. بيساوح ايه? بيساوح في تي. في تي ده كونستانت. يسموه اللي هو كي تي اوبر كيو. كي تي على كيو. طبعا كي ده البولزمان كونستانت. تي درجة الحرارة. كيو الالكترانيك شارج. طبعا ممكن البولزمان كونستانت ما نبقاش حافظينه كويس. فالكيو على كي. كيو على كي. لما نقسم كيو على كي بيدي رقم نقدر نحفظه بسهولة 11600. يبقى ده بيسوي كابتل تي على 11600. لو عوضنا عن تي ب300 ديجري كالفن اللي هو الروم تامتر. 300 على 11600. هيديني 25 من الف فولت. اليونت بتاعت الكمية دي فولت. 25 من الف فولت او 25 ميلي فولت. خلي بالنا ان ده حنقابله كتير بعد كده. فالفي قفتيه محدش يعني يخلط بين الفي هنا والفي بتاعت الفيلاستي او الفي بتاعت ال كويس دي ده بتاعه. ده كونستانت اللي ساويتيه على 11600. دي نقدر نحفظ دي بدل ما نحفظ البولزمان كونسطانت والالكترانيك شارش. كويس. دي البيزيك للسيمي كونداكتور ماتيريالز. طب هنكتفي بالجزء ده و هنبتجي بعد كده نشوف ايه الدفايسيز اللي ممكن نعملها من السيمي كونداكتور ماتيريال دي من الان تايب والبي تايب الانترينسيك الاخر في السليز الجاية ان شاء الله.